السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح مع بعض المحاضرة المانية واللي احنا اتفقنا عليها. انا عملت كده بسيطة بحيث انها تساعدني في الشرح في نفس الوقت تبقى موجودة معاكم. هنزلها وهي والتسجيل بتاع المحاضرة في نفس البوست اللي انا منزل فيه الفيديو ده. في بتاعتنا النهاردة لازم نعرف ايه هو هدفنا كستركشور ديزاينر. هده هدفنا الاساسي ان احنا نعمل اه منشأ يكون امن واقتصادي وبيحقق غرض معين. يكون متوافق مع الشكل او التصميم المعماري. يكون سهل ان هو يتبني وسهل ان هو يتعمله صيانة. طب دي دي الاهدف بتاعتنا طب هنحقق الاهدف دي زي او ديزاين بروسيجور. اول حاجة بالانجينيينج جوجمينت هاختار الستاتيكال سيستم والتيب. يعني مسلا انا هعمل كبري لازم اعرف الكبري ده الغرض منه ايه? هل هو كبري عربيات بس? ولا ريلوي كمان يعني فيه اطرح يعدي عليه. اه لازم مسلا لو انا كلاينت عندي هيعمل برج سكني. اللازم اعرف هو ده عاوز البرج ده مسلا قتيله فعاوزه بسرعة. فممكن اعمله ان هو كده انا اخترت الطيب. طيب لا انا هو اهم حاجة عنده ان هو يوفر. هلاصي. بقى انا هاختر له معين الكونكريت هتاخد وقت اطول في البناء. طيب بتاعي. طيب انا هو عاوز البرج ده يغير في تأسيم براحته. خلاص يبقى انا كده مضطر اعمله عشان يقدر ادي له الحرير ان هو يغير بعد كده. لو انا عندي اماكن الاعمدة بعيد عن بعض. خلاص يبقى انا كده هروح للبستنشن عشان هيبقى اوفر. لازم افكر دايما اقتصاديا. اوكي? وحط يكون مزبوط. بعد كده تاني خطوة ان انا بحدد اللوتز اللي هتأثر على المنشأة بتاعي. على حسب الغرض منه. ازا كان هو مسلا هيبقى فيه مسرح. هيبقى فيه مكتبة. اللوتز هتتغير. الفينيشنج نفسها لازم اخدها في الاعتبار معايا. اي لوتز هتأثر على على المنشأة بتاعي لازم اخدها ايه. بعد كده الخطوة التانية ببتدى اعمل عشان احدد. هو انا ما ما اقدرش اقدر تصميم على طول. لازم اجيب دي الاول. دي هي اللي بتعملي اللي انا بصمم المادة بتاعتي على اساسها. وطبعا باخد في اعتبارات بقى معي وانا بعمل الاناليسز والجيومتريكال موديفيكيشنز كل الاعتبارات دي باخدها معي ايه? وانا بعمل بعد كده الخطوة الرابعة والاخيرة الديزاين. بصمم كل عنصر عندي في المنشأ وبصمم وبصمم ككل. اي حاجة بتأثر على زي او كده لازم اخدها ايه? في الاعتبار. دي الخطوات بتاعة الدزاين. اه لو جينا نتكلم على اي منشأ اي منشأ في الدنيا اه عشان يتعامل في حاجات يعني مراحل معينة هيمر بيها ايه هي? ان انا بحسب كل حتيجي على المنشأ بتاعي بختار وبعد كده ببتدي اعمل بختار الماتيريال والطايب واعمل الاول بحيس ان دي اعمل بها مع المعماري واوريها بتاعي. بعد كده بنتدي او بعمل بقى بعمل بحط للمنشأ او المشروع بتاعي. تمام? بعد الكلام ده ده هدفنا كراجل مسلا استشياري. بعد كده بيجي المقاول ويتدي في ويسلم المبنى بتاعه وبعد كده يتبتدي مرحلة ده اي منشأ عندي بيمر بالمراحل دي. اه زي ما شفنا في بتاعتنا اهم حاجة الستراكشور الستراكشور اصلا اول تلت خطوات من خطوات التصميم هي الخطوة الرابعة اللي هي الدزاين الدزاين واثفا بقى زي كان ستيل او كونكريت او خشب او الامونيوم. اهم حاجة تبقى فاهم لازم تبقى فاهم لازم لازم الستراكشور دي لازم تبقى فاهمها كويس جدا لو عاوز تبقى مهندس شوطر. لو انا عندي اي مهندس شوطر لها اربع رجلين وعليها لود معين يبقى ده وكمان لو انا في رجل من هم اتكسرت كده بقى لو انا شلت الرجل التالتة وعملت لها شفت كده بحيس انها ما تبقاش في الكورنر وبقت مسلا في النص فبقت كده تاني يبقى انا كده غيرت وخليته ايه على بدل ايه عشان ادرسها وفهمها كويس لازم اراجع عليها من اول قولة مدني اللي هو التقطع الاستباتي بتشوف الممبرز الكونيكشنز السابورتز اللودز اللودز عندك بانواحها المختلف ازا كان او لايف ده على حسب ازا كان او بريج اي لود عندك ممكن يقص على على المنشأ اا بعد كده بيشوف الفري بادي بتاعه بعمل ماتيماتيكا الموديل وادرس الاكوليبريم والاتزام بتاعه اا كل الكلام ده انت لازم تفش فيه بالتفصيل بس مش دي بتاعتنا النهاردة اا التوبك بتاعتنا هي الستراكشنز ممكن تتصنف تصنيفين اول حاجة تصنيف من ناحية التاني حاجة تصنيف من ناحية التالي عندك وهو عدد المعادلات بساوي عدد المجاهيل فانت بتطبق عشان تجيب بكل سهولة لو وده اللي انت بتقابله في اغلبية شغلك بعد كده في الكلية كنا بنستخدم عشان نحل زمان كانوا بقى بيستخدموا وطرق رياضية بحيس انهم يحلوا لو منشأ كبير طبعا دلوقتي بقى فيه انت بتستخدمها بس لازم تبقى عارف ان ان عشان تحل اي حاجة الموضوع كله مرتبط بالرياضة ازا كان او 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 كل ده رياضة حتى دي لها تطبيقات في اوكي لها تطبيقات يعني بتاعك الكهرباء بيستخدموها ايه تقول على تمانية ده رياضة اللي وصلنا المعادلة دي رياضة وتكاملات فبس انت لازم تفهمها لو انت هتخش بقى في بقى وتعمل وكده لازم تبقى ايه شاطر في الرياضة ولازم تدرس الرياضة ايه الاستابلتي ازا كان المنشأ عندنا ستيبل او انستابل لازم اعرف انا يعني احقق الاستابلتي بتاعت المنشأ وابقى فاهم سلوك المنشأ بتاعي كويس جدا قبل التصميم. طيب خلاص انا حددت وحسابة وعملت ايه الريزولت ستبعت الكلام ده كله بقى الريزولت سترينيج اكشنز دي بتتصنف لحكتين على حسب اللي هتأثر بيها على العنصر او المنبر بتاعي عندي ايه النورمال فورس والمومنت في اتجاه اكس والمومنت في اتجاه واي ده بيعملوا نورمال استرسز اوكي? وعندي مومنت في اتجاه زد اللي هو التورشة والشير اكس والشير واي دول بيعملوا شير استرسز. تمام? فانا عندي بتتصنف على حسب الاسترس اللي هتأثر بيه على القطاع. الاسترس ده هو ده اللي انا هشيك ازا كان هو الاسترس ده اامن المنشأ ده ممكن يستحمل الاسترس ده من غير ما ينهار او لا. النورمال والم اكس والم واي بتديني نورمال استرسز والمومنت ام زد اللي هو التورشن والشير في اتجاه اكس والشير في اتجاه واي بيدوني ايه? شير استرسز. طيب قبل ما نخش بقى في الدزاين بتفصيل عندنا برضو عاوزين نعرف ايه العناصر اللي عندنا في في الستيل دزاين عندنا او بريسنجز. اا عندنا فيه بيمز اا زواكات سيمبل او اا فكسد او كنتونيوس. عندنا كولومز. وعندنا كمان البيم كولوم. وهو ده اللي هنركز عليه في التوبيك بتاعتنا النهاردة. الدزاين الفيسيولجي عندنا في الكود المصري هم حاجتين. باختصار كده انا بعد ما جبت وربطتها بالسيكشن بروبرتز عشان يجيب دي بقارنها او بتاعت القطاع. طيب هل انا بقارنها على طول لا ده انا بضرب ده زي ما اتكلمنا احنا فيه حاجتين هما اللي بنشاهك عليهم في الدزاين بتاع الستيل. بتاع الباكلين والشيك بتاع ايه? والشيك بتاع الستريس ده معتمد اعتماد كلي على ايه? على الباكلين. اا الباكلين تلات انواع واللوكال باكلين واللاترالتورشنل باكلين. اوكي? هنتكلم عليهم بالتفصيل دلوقتي. طب ايه هي اللي عندنا او بشاهك عليها ازاي? عندي نورمال استريس بجيب ولازم ما تعديش زي ما اتكلمنا ان انت بتاخد او بتاعت القطاع بتضربها في فاكتور. اه الشير بشيك عليه برضو بجيب الفورس وبقسمها على الاريا بتاعت الوب بس مش على الاريا التوتل وبقارنها او او اه ده اللي هو ايه زي ما تفعلها بتضرب في الايه? في بتاع القطاع البندنج ستريس نفس موضوع بجيب الاكشن واجيب منها البندنج ستريس اللي هي او مفوية على ا political law on ستريس نفس الموضوع نفس ال Islands انت عندك لازم مايعديش طب فيه ايه كمان? فيه Lin اللي هي بجمع فيها مع في حالة وكمان عندي الفاتيج ودي بتقابلني في الكرينات او اي حاجة اي ممبر عليه احمال متغيرة تمام? هتقول لي فيه حاجات كل المنشآت عليها احمال متغيرة ماشي بس الموضوع مرتبط بالنبر وبالماكسيمم والمينموم فدي بتقابلنا في الكرينات فيه مسلا اه قابلتني في التراز اللي هي بتبقى على الطرق اللي بتشيل الساينز دي لازم تشيك على الفاتيج لان الويند لوت بيختلف تماما والتيجاته بتتغير ومسلا لو في حاجة عندي عند اه في المينة اه في مموج البحر بيخبط فيها فدي برضو حاجات يعني ادفانست شوية ومش في بتاعتنا النهارة. طيب انا هشيك عن دي بقى ازاي? القلب بالنورمال ده اللي هو ازا كان تنشن او تنشن. تنشن الحاجة الوحيدة لما لهاش اي علاقة بالباكلين او مش يعني اللي هو تنشن ايه تنشن ودي بقرانها على طول ببوينت فايف ايت الاف فيلد هو ده الفاكتورو سيفتي عندي بوينت فايف ايت الاف فيلد. اوكي اه وبعد كده بتيجي الكمبريشن الكمبريشن بقى ده معتمد على باكلينج. اه والسلندرسطي بتاعت القطاع. اه حسب لو لامضة اقل من مية بتقارن باكلابلسترس معين. لو لامضة اكبر من مية بتقارن باكلابل سترس معين. اه 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 في الشير نفس الكلام بالزبط بتجيب الاكشوال وتقارنه بالاكلابل. دول هو كان. اوكي? وده برضو لازم تشارك الشير في ناس كثير ما مشايقش على الباكلينج ديوته شير لازم تشارك عليه. وحاوريك ازاي تشارك عليه دلوقتي بالمعادلات موجودة في القود المصري. والالاوبالبيندينج استرسيز اللي هي الاف بي دي ممكن تبقى بوينت سكس فور الاف فيلد او بوينت فايف ايت الاف فيلد او اقل من بوينت فايف ايت الاف فيلد. اه فدلوقتي الاسترسيز دي عاوزين نركز كويس جدا. الالاوبالنورمال والشير والبيندينج كلهم بيعتمدوا على والباكلينج كمان بيعتمد على حاجة اسمها يعني ايه بيعتمد يعني انت اصلا ما تقدرش تشارك يعني عندي حقرنوا بالالاوبالسترس او المسموح به طب المسموح دي كان او اقل طب انا هعرفهم ازاي لازم روح اشارك على فالاتنين ببعض وده هو اللي بيلخبط الناس. اه فيه سؤالين عندي مهمين هنا اه ليه الفاكترس دي بتتغير? يعني ليه بوينت فايف ايت وليه بوينت تري فايف? اه في الشير والتنشن. ليه لو زاد عن اربعين يعني ليه بقى دي برضو حاجة عاوزكوا ايه تفكروا فيها? وهنجاوب عليها برضو. لازم عشان يبطيقى تصمم وفهم وقارن بقى التجاربة عملت عشان نفهم الخواص بتاعة جبنا عينة وقصرنا عليها بفورس. لقينا ان كل ما نزود الفورس دي كل ما الاسترين او الاستطالة اه بتزيد. والعلاقة بتاعتهم بتفضل لغاية الايه? لغاية الاف فيلد. وده اللي هو ان الاسترس بيتناسب تراضيها مع الاسترين. كل ما زود الاسترس الاسترين بيزيد. لغاية الاف فيلد. عند مرحلة الاف فيلد ايه اللي بيحصل? بيحصل ان الاسترين بيزيد حتى لو اللود ثابت. اه متخيل يعني انا لو عندي الحاجة دي ما اثر عليها بنفس اللود. الاسترين هيزيد حتى من غير مزود اللود. خب بالك من النقطة دي. الاقول الاستطالة هتزيد من غير مزود اللود. طب اه اه انا استفدت ايه من الموضوع ده? طلعت تخوص معينا الاستيل. ايه هي? الاي. اوكي? تمام? اه اه ودي بتبقى سابتة للكل انواع يعني العلاقة العلاقة بين بتبقى واحدة حتى لو يعني لو جريد او هاي جريد. اوكي? بوصوريشيو. اللي هي النسبة بين الانفعال العرضي على الانفعال الطولي لان دلوقتي الاستطالة اللي بتحصل دي بيقابلها برضو ان الاستطالة في التجاه التاني. تمام? طب فطلعت شوية تخواص. وعملت الكيرف ده اللي هو هيساعدني في عمل معادلات التصميم. عرفت ان في حاجة اسمها او الالاستيك بيهيفير. الالاستيك بيهيفير ده كل لما حط او سترس عالقطاع بيقابلوا سترين. لو انا شلت الفورس دي. السترين ايه? هيرجع زي الاول. يعني انا لو انا عندي عينة مسلا طولها مسلا متر. اثرت عليها بفورس اه وتفر. مسلا الف كيلو نيوتن. فالعينة بقت متر بوينت وان. تمام? لو هي لسه في اليلد. لو انا شلت الفورس دي. دي العينة هيترجع لايه? لطولها الطبيعة دي الاستيك بيهيفير. اول ما القطاع كل يوصل لمحارفة لليلد بقى عندي حتى من غير ما زاد فورس. تمام? مع عن الفورس سابتة. ولو انا شلت الفورس دي. مش هيرجع زي الاول. يعني العينة بتاعتي اللي هي بقت بدل متر بقت متر ومسلا لو هي وصلت لليلد خلاص لو انا شلت الفورس هتفضل مش هترجع هتبقى متر. هتبقى متر بوينت او فايف. لو انت متخيل معي. يعني هترجع بشكل موازي هنا. وهيفضل فيه متبقي في القطاع. اوكي? طيب لو انا بقى عندي بقى اي اه بيم وعليها زي ما اتفقنا سواء كان او نورمال بس اتعلموا دلوقتي نتكلم في البندنج. لو انا عندي هنا ان المومنت ده لو انت في كل ما تزود الاسترس الاسترين بيزيد. او ما تشيل الاسترس ايه اللي بيحصل الاسترين بيتشال. اوكي? طيب افرض بقى انا دلوقتي وصلت لمرحلة الييلد. تخيل ان احنا وصلنا لمرحلة الييلد. ايه اللي بيحصل? ان الاسترس حتى لو هو ثابت الاسترين بيزيد. وخلاص ما بقاش لي خلاص احنا هنعدي كده دخلنا في البلاستيك بيهيفر. لو شلنا كمان الفورس هيبتدي فيه استرين متبقي في القطاع وده اللي احنا مش عاوزين نوصله. احنا عاوزين لو الفورس ازادت المنبر يعني يرجع على قد ما نقدر ايه زي ما كان الاول. دي اللي هي بعد ما حصل اهو. لو شفنا الكيرف اللي هنا. الاف ووي. دلوقتي 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 هيبقى متنسب طرديا على زي ما اتفقنا. لغاية ما فيه حتة في القطاع. هتبتدي وصلت للف ييلد. والاسترس عليها عمالي يزيد حتى اه اوبس. ده بقى شكل الكيرف اول ما ايه? انا دخلت في حتة الف ييلد بلاي ان الاجزاء الخارجية وصلت للف ييلد. والاجزاء الداخلية ليسه. طيب انا مش عايز بقى اوصل بالاسترس بتاعي الاف ييلد. عاوز اضمن ان ما فيش اي جزء وصل الاف ييلد عندي. فعشان كده بضرب ايه? بضرب في الفاكتور. اما اجي اقارن الاسترس بالالاو بالاسترس او بالاسترنت بتاعت القطاع. السلايدي بقى بتشرح بالتفصيل الموضوع ده عشان ده مهم جدا. انت لازم تفهم ان انا دلوقتي عندي اه كاميرا معينة بزود عليها اللود. فالاسترس الاسترس بيزيد بيحصل ديفورميشن والاسترين بيزيد. لغاية اما نوصل الاف ييلد. اول ما نوصل الاف ييلد. خلاص كده انا حتى لو انا اللود بتاعي ثابت الاسترين حيفضل يزيد اه اه لانفينيتي. فانا لازم ما وصلش للاف ييلد. لازم ما فيش عندي اي حتة من القطاع توصل الاف ييلد. طب انا لو وصلت الاف ييلد يبقى ده بلاستيك رينج. ليه طريقة برضو تانية في التصميم. وبشرح فيها الام بلاستيك والشيب فاكتور دي حاجات ادفانست شوية. آآ آآ يعني برضو قلت اكتبها في المحاضرة بحيز ان انت تاخد فكرة عنها. لكن انا اهم حاجة عندي ان انا ما وصلش للاف وون ده ما عديش الاسترس اللي هو الاف وون. مش اوصل لليلد. عشان كده احنا زي ما زي ما قول بنضرب في طيب تعالوا نتكلم بقى عن الباكلنج لان هو الباكلنج ده هو اللي 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 بتشيكات بتاعت زي ما اتفهم. اول نوع عندي اللي هو اللوكال باكلنج. اللوكال باكلنج ده بيحصل ايه? بيحصل ان جزء معين من القطاع عاوز يحصل له باكلنج لوحده. نتيجة الفورس اللي عليه. تمام? ده الموضوع بكل اختصار. ولازم ده آآ 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 التشيك ده مرتبط بالكومباكت والنون كومباكت آآ بيبقى بتشوف البي على العرض بتاع الفلانجة مسلا على او العرض بتاع الويب على ايه? على عشان تتأكد ان مش هيحصل في ايه? في ايه? في اي جزء من اجزاء بتاعك. برضو في الويب نفس الكلام لازم تشيك عليها وليها تشيك مخصوص في الكود المصري. اوكي? عشان تتأكد ان ما فيش هيحصل عندك. آآ وطبعا انت دلوقتي لو انا عندك عندك الويب آآ ممكن يحصل لها نتيجة الشير بتتدي تحط عشان تتأكد ان الويب دي مش هيحصل لها لوكال باكلين. اوكي? دلوقتي لو هنتكلم عن المعادلات اللي بتحدد لك النوع بتاع القطاع. ازا كان كومباكت او نان كومباكت او سلندر. فدي هتلاقيها مذكورة في الكود المصري صراحة على حسب الفورس اللي بتأثر على السكشن عندي آآ بيبقى فيه ليمتس معينة. لو الليمتس ده انا عدتها يبقى انا آآ آآ القطاع ده من آآ اتنقل بقى من كومباكت بقى نان كومباكت. آآ او من نان كومباكت لسلندر. وساعتها آآ لو هو بقى سلندر حيبقى فيه جزء هعتبره مش شغال معايا. هعتبر ان الجزء ده حصاله ومش هيشتغل معايا في بتاعة القطاع. وزي ما اتفقنا برضه هوق دي المعادلات الخاصة ان انت بالشير لازم تشاك عليها ودايما غالبا بتبقى سيف. بتالشيك ده مهم جدا في الكباري. آآ طبعا آآ الكلام ده بيتأثر بيه? بتأثر بنوع الفورس اللي على القطاع ازا كانت الوب دي مسلا مسلا خلينا في اول جدول. الوب دي او عليها او عليها كومبريشن او عليها الاتنين. تمام? لو عليها بس في حاجة اسمها الفا. الالفا دي بآآ بوينت فايف ساعتها الليمت هيبقى واضح وصريح. آآ لو عليها بس برضو الالفا دي ساعتها هتبقى واحد وحيبقى الالتشيك واضح وصريح. آآ آآ لو عليها ودورمل بقى لازم تروح تحسب الفا الاول عشان تعرف الليمت بتاعك. ودي برضو نفس الموضوع لاشكال المختلفة ازا كان تيوب او ازا كان انجل او او آآ آآ ريكتانجلر سيكشن. آآ طيب آآ ايه هو بقى الكمباكت سيكشن? الكمباكت سيكشن ده ان هو ان القطاع هيقدر يوصل للبلاستيك مومنت وداوت لوكال باكلين مش هيحصل له لوكال باكلين. يبقى انا كده شيكت على ايه? شيكت على لوكال باكلين. وده اول تشيك معنا في الباكلين. احنا قلنا لوكال باكلين ووكال الباكلينج ولا تلاتة وشيكت على الباكلينج. تمام? فساعتها بقارن بجيب فاكتور اللي هو بوينت سيكس فور الف ييلد مش بوينت فايف ايت. ليه بقى? لان انا بقى متطمن ان البلاست دي مش هيحصل لها باكلينج. فبزود ايه? قيمة بتاعت القطاع. بقول ان هو اقوى. تمام? النون كومباكت بقى النون كومباكت ده ان القطاع هيقدر يوصل لليلد من غير ما يحصل له لوكال باكلينج. فساعتها بقارن بايه? بالبوينت فايف ايت الف ييلد. اوكي? تعالوا بقى ندرس الايه? انت دلوقتي لو عندك اي ممبر عليه? النورمال ستريسز زي لو تنشن على طول بتقايم بتقارن ببوينت فايف ايت الف ييلد. صح? ولو حصل انهيار بيحصل نتيجة طب نفس الممبر ده لو انت احصرت عليه طب ما هي 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 النورمال. لا بقى ايه? مش هيوصل للنص وحيحصل له ايه? هيحصل له انهيار. ده بايه? بسبب ايه? بسبب الباكلينج. فاويلر بقى فرض شوية فروض. عشان يقدر يعمل معادلات وليمتس للباكلينج ويربطها مش معقولة يبقى انا عندي ويبقى عندي عليه وقارنه بايه? وقارنه بالبوينت فايف ايت الف ييل. لانه هو اصلا هينهار. يعني هينهار قبل ما يوصل يعني مش زي التنشن. فعشان يعمل معادلات رياضية ويعمل لليمتس الباكلينج. فرض شوية فروض. منها الماتيريال ميراتي الإلاستيك مدوليس انتنشن اند كومبشن اس ايكوال. Materials is perfectly perfectly homogeneous and is tropic. يعني فرض شوية فروض كده. عشان يقدر يحل. خلاص هو فرض اه ايه اوه فرض الفروض دي وراح بقى هو كالترخير وعمل لنا معادلات تفضلية كتير وقعد يحل ويعمل تكاملات واحنا مش عاوزين نخش في الرياضة وصل البي سي ار. البي سي ار ده لو وصلنا له يعني البي سي ار ده اللي هو اللود اللي انت لو لو انت حطته على العمود بعديها اي لود حتأثر عليها هيحصله دوفيرمشن كبير جدا. خلاص او هيعتبر شبه انهار. بس انهار مش بالانهار بالايه? بالباكلين. اويلر بروفايد دات دفليكتشيب كان بي ربريزنتد باي هاف ساين ويف. سو باكلينج لينث از دا لينث دات كومبليت هاف ساين ويف. يعني انا عندي الباكلينج لينث هو اللي بيكمبل الساين ويف. زي ما انت شايف هنا. وده البي سي ار اللي هو باي سكوير اي 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 على اتنين ال سكوير. ده لو هو لكن القانون الجنرال اللي هو باي سكوير في اي 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 على كي اي اي سكوير. طيب برضو اي علاقة الكلام ده بالمعادلات اللي شفناها في الاول. طيب خلاص يبقى احنا عاوزك تركز في الحتة دي كواس جدا. البي سي ار ده لو صناله. اي حاجة هتحصل اي لوت زيادة هيخلي المم الممبر ينهار وتفر الممبر ده وصل للايه لليلد ولا لأ. تمام? فاحنا عملنا ايه? عشان نسهل معادلات التصميم. لو انت جيت هنا بصيت هتلاقي البي سي ار هيساوي باي سكوير في الاي اي على كي ال سكوير. طيب انا عاوز الكلام ده اقارنه بسترس. انا عاوز اعرف الاسترس. طيب لو احنا اسلنا الطرفين بقى على الاريا عشان نقارن الكلام ده بالسترس. هتلاقي ان البي على الاريا عيساوي باي سكوير في اي اي في واحد على الاريا على كي في ال سكوير. طيب انا عاوز ادخل الاي والاي جوه واربطهم مع الكي والال. فلاقيت ان في الاخر ان باي سكوير في اي على كي في ال. على ووبس عاوز اكتركز معي في الحتة اللي جادي جدا. احنا قلنا ان القانون اللي هو بي سي ار هيساوي في الاي اي على كي ال سكوير. طيب انا هدخل الكلام ده ازاي بقى هروح مدخل الاريا بتاعتي يبقى البي على الاريا اللي هو الاف تمام? هيساوي باي سكوير في الاي في الاي على كي ال سكوير في الاريا. فلو دخلت احنا عارفين اللي هو ايه? اللي هو جزل اي على اريا. ففي الاخر هنلاقي ان المعادلة هتوصل لايه? هتوصل ان السترس بيساوي اللي هو الاي على لمضة كريتكال سكوير تمام? يبقى لمضة كريتكال دي بقى هي دي اللي احنا بنقارن بها دايما عشان كده لو قلنا ان اللمضة دي عدت مية بنقارن بايه? بيبقى الاف وي قال لها او الاف وي المفروض ما عدهاش? هيبقى سبعة تلاف ومية على لمضة سكوير. ولو تاخد بالك ان ده اسمه بانهيار سريع. القطاع ما وصلش اصلا لييلد. وما لوش اي علاقة بالاف وي يعني حتى دايما يعني احنا دلوقتي قلنا ان التنشن مسلا. بوينت فايف ايت الف ييلد. اهي بوينت فايف ايت الف ييلد. طب ايش معنى بقى لو هو سلندر? ما بنقارنش بالاف ييلد او الاف ييلد مش داخلة معايا اصلا في المعادلة. لان ده انهيار حصل نتيجة مش السترس. اصلا السترس في القطاع ممكن يزيد عن كده. الانهيار حصل ايه? فركز معايا في الحتة دي جدا. تمام? برضو ان اللمضة دي لو عدت مية وتمانين كده كده القطاع ده هينهار. من غير مقارن بقى. ما فيهاش مقارنة. تمام? لو هو امتين. يبقى اه لو ما عديش متين. لو هو ما يعديش مية وتمانين. تمام? لكن بقى اللي هو لمضة لو اكبر من مية ده بقارن اللي حصل على القطاع بسبعة الاف وكمس ومية على لمضة سكوير. طب لو هو اقال من مية ده بقى. ده هيبقى فيه جزء من القطاع وصل لليلد وجزء تاني ايه? مش هيوصل وحينهار بالباكلن برضو. فما بقارنش بالباكلن دي بتاعت التين شان لأ ده انا بقللها شوية كمان. بقللها بقيمة ايه? بقللها بقيمة لمضة برضو. عشان كده الباكلن داخل معي في النورمال اللي هي كومبريشن. فهمت بقى ليه? الاتنين معتمدين على بعض. وبرضو فيه ملاحظة مهمة في الكيرف ده. لو انت واخد بالك. اه اللي باكلن ده مش معتمد على الف فيلد. يعني انا دلوقتي لو انا عندي اه بريسنج ميمبر طويل من طويل. اه تمام? يعني. اه ده مش مهم ان انا استخدمه هاي جريد اولو جريد. فهم? لان هو بتاعه الاستيك باكلن. اوكي? لو هو بقى مش طويل قوي اه ساعتها الستيل حيفرق. الستيل جريد حيفرق. لان هي الاسترس هتبقى مرتبطة بالايه? بالاف فيلد. تمام? فو ده كيرف برضو بيوضح الاراقة بين كيف اللي هي لمضة. والايه? والاسترس ديو تو باكلنج. ياريت الحتة دي تكون مفهومة كويس جدا. وفهمنا وتأثيره على ايه? على القطاع. فيه برضو موضوع آآ التاني برضو عاوزين نتكلم فيه دلوقتي اللي هو الريزيدوالسترسيس. الريزيدوالسترسيس في القطاع من عملية او عملية الصناعة. ان انت ما تيجي تصب الحديد ده. الحديد ما بيبردش كله مرة واحدة. الاجزاء الخارجية بتبرد الاول قبل الايه? قبل الاجزاء الداخلية. فانت كده كده ما تيجي تأثر على القطاع باي فورس او ييجي عليه سترس. لازم تبقى عامل حسابك ان فيه جزء من القطاع اصلا عليه سترس. فانت هتوصل الاف فيلد ايه? اسرع يعني فيه اجزاء هتوصل الاف فيلد قبل اجزاء تانية. وعشان كده برضو اه انا عاوزكم تشوفوا العلاقة هي زي ده السؤال اللي احنا سألناه قبل كده. ان القطاع لو بتاعه زاد القلاوبل بيقل. القلاوبل ان بيبقى فيه اجهادات متبقية اكتر. يعني لو عندي بتاع البلايت اربعين ميلي بيبقى فيه اجهادات متبقية اكتر لو هو اقل من اربعين ميلي. فعشان كده دي بتقل. نتيجة ايه? نتيجة ان انا عارف ان في اجهادات متبقية في القطاع. طيب تاني هنراجع عارفنا ان احنا دلوقتي لو هي بتقارن بايه? بتجيو اللي هي الفورس على الاريا. وتقارنها بايه? بتقارنها بالالاوبل. الالاوبل في التنشن. والفرصة على الاريا اما تيجي تقسم على الاريا خب بالك في التنشن بتقسم على الاريا نت. لازم اا يعني تناقص مسافات المسامير. لو انت مسلا عمل لازم تناقص مسافات المسامية. اوكي? لو انت دلوقتي عارفنا ان اويلر حدد السلندر بتاعت القطاع. لو لمدة اكبر من المية الممبر حينهار بالباكلينج. وساعتها هتقارن بسبعة الاف و خمسمية على لو لمدة اقل من او تساوي مية دي ساعتها ايه? ساعتها اسمه وحتقارن بالباكلينج بس هتنقصها شوية عشان كمان وجود بعد كده طبعا في حد اسمه هو درس موضوع الباكلينج باستفادة اكتر. ويعني شاف ان فيه كان فرضية اه اه مش مش مصبوطين في موضوع ايلر واشتغل عليهم. ولقى ان ان الفورس دي ما يحصل اه في القطاع ولا هو بسيط. بيحصل ان الفورس تأسيرها بيتغير والشير سنتر مكانه اصلا بيتغير. زي ما بيحصل في اه في اتجاه اكس او اتجاه واي. اوكي? بيحصل كمال نتيجة ان الفورس دي انش مكانش شير سنتر اتحرك. تمام? وعمل معادلات رئوضية كتير مش شرط نخش فيها بالتفصيل. بس انا بشرح لك الفكرة نفسها جات منين? تمام? اه فا وده رسمة مبسطة بيوريك الاكسات اتغيرت ازاي? وان ما كان كان مكان الشير سنتر بتاعك قطاع اصلا اتغير فالفورسة ما بقتش معصرة في الشير سنتر. كل الكلام ده وصلنا ان احنا نريس بشكل اكتر وعرفنا ان الباكلنج ده ان القطاع ممكن يحصل له ايه يحصل له ايه يحصل له ايه باكلنج حوالين او باكلنج حوالين او تورشن باكلنج. يعني النورمال فورس دي ممكن توصل القطاع لتلات انواع من الباكلنج. يلا يحصل له باكلنج حوالين الوي اكسز. يلا الا 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 اكسز. يلا يحصل له تورشن او توست. اوكي? فدلوقتي لو انا عندي برضو باختصار تاني. لو انا عندي ممبر معارض لاكسر الفورس ومتسبت بالشكل ده. نتيجة ان القوة بي بتاستر عليه بيحصل له باكلنج. بيحصل باكلنج في الاتجاهين. تمام? بيتحرك حركة اكس. وحركة واي. تمام? الحركة دي اللي هي اكس دي البرينسبال اكسيز. دي بالنسبة البرينسبال اكسيز. اليو اللي في دي 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 حركة الشير سنتر. تمام? فالشير سنتر بتاع القطاع اصلا اتغير. وكمان في توستنج حصل. في زاوية يعني اتحرك بزاوية. فاستنتجنا من كده ايه بقى ان الاكسي الفورس دي ما بتسببش حركة فقط لا. ده فهو طبعا بالمعادلات بتاعته كلها وصل ان فيه زي ما اتفقنا اه معادلتين بيعبروا عن وبيندينج ومعادلها بتعبر عن ايه? عن التورشن. يبقى كده احنا ايه? عملنا على كل حاجة مهمة في نيجي بقى للاترال التورشن باكلين. اللاترال التورشن باكلين هو نتيجة ايه? نتيجة ان فيه من الكطاع بيحصل لها تورشن لوحدها. ده بيحصل لها باكلين وحدها. ده التفسير البسيط. وده بيحصل ليه بقى? بيحصل لان انا عندي الجزء اللي تحت الفلانجة مسلا لو انا عندي كطاع عليه مومنت. الفلانجة اللي تحت عليها تنشن. فالتنشن ده طبعا ما سكها. مش عايزة يحصل لها باكلين ولا حاجة. لكن الفلانجة اللي فوق على اكسها عايزة يحصل لها باكلين. فلازم نفرق كويس جدا. ان احنا عندنا فيه تورشن تورشن باكلين ده بيقب ده آآ 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 صريح ان المنبر ممكن يبقى آآ آآ فري ان هو يحصل له تورشن او ووربينج. تمام? ده بنسميه بيور تورشن. اوكي? وفي عندي. النون يونيفورم بقى النون يونيفورم ده اننا القطاع عليه تورشن زائد بيندينج. فعشان نفهم تاني الحتة تلاتة لتورشن باكلين دي كويس. ده اهو تورشن باكلينج صريح. تمام? لكن ده تورشن زائد ايه? زائد يعني القطاع بيلف وفي نفس الوقت بتحرك. يعني مش بيلف حوالين المحور بتاعه. لا ده بيلف وفي نفس الوقت ايه? بيتحرك ديستورشن. ده اسمه ديستورشن. يعني بيبقى عندي زائد حركة بنسميه ايه? بنسميه ديستورشن. وده آآ برضو مشروح هنا بالتفصيل. لو انت عندك يونيفورم تورشن. لو انا عندي كاميرا بيحصل عليها تورشن صريح. او او ده بيبقى ليها طريقة في الحل. ولو عندك آآ آآ ده اللي هو بيبقى تورشن زائد بندنج. انا في حاجة عندي ماسكة بندنج ماسك وعندي القطاع بيلف فبيحصل له تويستنج وحركة في نفس الوقت. اللي هو تورشن. طيب هل انا لازم بفهم المعادلاتي كلها? لا انا بس بفهمك. الموضوع في التصميم ابسط من كده بكتير. موضوع في التصميم ان انت لازم تكون المسافة دي. طبعا انت دلوقتي انت فهمت يعني ايه? اه تورشن. وعرفت يعني ايه? او ديستورشن. اوكي? اللي هو اه 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 وتويستنج بلاس دي فورميشن. اوكي? فمش كل مرة انا هخش في المعدل دي. لأ انا في حاجة اسمها اه 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 او المسافة اللي مش مش حاصل لها على البيم. دي لازم بعرفها كويس جدا ودي هي اللي بتأثر معي فيه بقى? في حساب بتاع البندنج. لو انا عندي قطاع عليه فمحتمل جدا يحصل عليه فلو حصل عليه بيقلل لي اللي مسموح يحصل على القطاع. يعني من الاخر بتاعته بتقل. يعني لو انا عندي المسافة دي بدل ما هي اتنين قلتها اربعة ممكن جدا ايه? بتاعت القطاع تقل. خلاص? دي كل اشكال عندي في وعندي 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 اللي هو ان ممكن يحصل له لكل اجزاء ومع بعض. زي ما اتفقنا اللاتر التورشن باكلنج دي انا هعمل لها تمام? هعمل لها كنترول. لو انا مسلا عندي كامرة عمل لها آآ 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 كل اتنين متر. فانا هشوف الاتنين متر دي حاجة هنا اقارنها بايه? اقارنها بالقل دي. لو انا اللي هي بتساوي مسلا في عشرين على جزء الاف وواي. او او الف وتلاتمية وتمانين على الدي في الاف وواي في السي بي. لازم اقارنها. لو هي دي اصغر من ماكسيمم دي اللي هي ايه? الاقل في دول. دي ماكسيمم اللي هي الاقل في دول. خلاص يبقى انا كده في مش هيحصل طبعا انا لو عديت المسافة بتاعتي عدت المسافة دي اه يبقى انا كده سعيت هيحصل ولازم اخش اقلل بتاعة القطاع. طبعا انا مش هخش معاك في التفاصيل آآ بتاعة المعادلات دي. احنا ممكن نحل مع بعض هيكون احسن. آآ لازم تكون عارف اللي دخلها معاك في الحسابات اللي هي المعادلة الجنرال بتاعته. تمام? وكمان الاشكال بتاع اللي هو ممكن تجيب منها. ودي دي حسابات ايه بقى? دي لو انا عندي دي اكبر من ايه? بخش هنا بقلل ايه? خبالك اهو. لو انت شفت ايه او المعادلة بقلل يعني بدل ما هي لا ده هتقل. يعني القطاع هيبقى ايه? هيبقى اضعف. طيب دلوقتي انا عندي بقى دي اكبر من ما هيحصل? اللي هيحصل ان انا زي ما اتفقنا الكفاستي بتاعت القطاع ايه? هتقل. الكفاستي بتاعت القطاع هتقل. فدلوقتي لو خبت بالك مسلا ايه? طب انا هعمل ايه? او حساباتها ازاي? بتاعها ازاي? اللي انا بحسب حاجة على على رتي. بشوف المسافة دي واسمها على رتي. رتي ده ايه? لسوطس الكطاع بس. الحتة اللي فوق. تمام? وعلى حسب قيمة اللي على دي. بشوف اللي ممكن الكطاع يستحملها. اه فلو اخدت بالك مسلا اول معادلة عندك اللي هي تمنمية على الانسا في الدي على فلو اخدت بالك في كل المعادلات بيقول لك شرط اساسي ان هي تبقى اقل من او تساوي ده طبيعي ان انت لازم تبقى اقل اصلا انا داخل اعمل المعادلات دي عشان اقلل الكباس بتاعة القطاع عشان افادي ان يحصل ده ده هدفي ان انا افادي ده الا سابورت الكاميرا في مكان اخلي بساة ان بدلا ما هي كل اربعة متر اخليها كل اتنين متر عشان افادي اخش في المعادلات دي او اخليها اربعة متر واخش احسب بالزبط الجديدة اللي هتبقى عندي. طيب نرجع مع بعض تاني كده من الاول اللي بتاعتنا بالترتيب. اول حاجة بتعمل تشيك على وبتشوف القطاع ده او نان كومباكت او سيلندر. اوكي? وبعندك اا معادلات معينة في الكود بتطبقها بتطبق الويتس والسيكنس بتاعت. اا كل الويب الويتس والسيكنس بتاعت الويب والفلنجات. خلاص? بعد كده بتعمل بتشيك باكلنج بتشيك باكلنج باكلنج باستخدام ايه? باستخدام و بتشوف ان هو ما يعديش المية وتمانين وبعد كده بتعمل بتعمل برضو بتشوف دي عندك بتحسبها تمام? لو اقل من مش هتعمل في لكن لو اكبر هتعمل لازم تروح تحسب اف الويتس والويتس 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 والويت كده بعمل دي ساعتها بقول ان على زائد على ده فاكتور هتلاقيني كنت تكتبه في الاول وبرضو لو عندي ايه مواي بحطها لازم الكلام ده كله ما يزيدش عن ايه ما يزيدش عن واحد خلاص وبعد كده اشير ازا احنا قلنا خلاص الفرص الشير على بتاعت الويب متعديش ايه متعديش بوينت ري فايف الفيلد وبعد كده بتشيك دي فورميشن هي دي الاتشيكات الاساسية اللي على قطاع اللي بنسميه بيمكونهم اوكي ده برضو بالتفصيل الحاجات دي انا هشارح فيها بالتفصيل المعادلات والفاكتورز اللي احنا استخدمناها اوكي بس انا افضل ان احنا نخش دلوقتي في محلول احسن عشان الناس تفهم الموضوع بشكل افضل طب انا دلوقتي هخش في اجزامبل ازاي لازم تكون انت عامل يا هندسة لازم تكون عامل بنفسك بيصمم القطاعات لازم تمشي مع الخطوات دي القطاعات دي خطوة بخطوة وتكتبها لو انت ما عملتش كده انت هتفضل ماشي طول الطريق كأنك مغمض انت مش شايف كويس مش عارف ايه اللي ممكن تغيره في القطاع يسايف تفهم يعني انت مش عارف كويس ايه اللي بيحصل فلازم تترجم كل الكلام ده ومش هياخد منك وقت فاحنا هنجيب عملي كده على بيم كولوم يعني مسلا عندنا منشأ زي ده اهو الكاميرا دي لو بصينا عليها هنلاقي عليها مومنت ونورمل وشير اوكي اوكي اوه النورمل هنا تنشن المهم فانا دلوقتي عايز اصممها وعاوز اقارن الريزلتس بالساب كده فانا طبعا مش هاخد الاستريني اكشن من هنا انا ااخدها من الديزاين لان فيه كيسس اوكي اوكي فانا لو عملت كده وهخلي الوحدات هنا طن ميلي لان الشيت اللي انا كنت عامله كان طن ميلي تمام هتاخد بقى ايه المومنت اللي عندك ده خليه طن متر سوري معلش هتاخد المومنت الموجود هنا هتاخده في الاسل شيت انت اول حاجة زي ما اتفقنا بتحل الاول بتحل المنشأ اللي عندك وتعمله وبعد كده بتبتدي عملية التصميم خلاص دي الامي اكس وعندك ام واي وعندك النورمال بوينت فايف وعندك الشير اهو وعندك تورشن قنيلك خلص ممكن ايه اه نهمله اه انا اصلا مش مش عامله في الشيت ده ادي عندك قوت الشير وعندك النورمال اه تقريبا بواحد خلاص طب القطع ده كان لو جريد والله هي جريد لا كان هاي جريد فالف واي بتاعته ايه طب السي بي بتاعته كام السي بي بتاعته فانا عاوز اجيب ايه السي بي احنا قلنا يقلة بشكل المومنت يقلة بالام اون والام اتو فهو تقريبا دي هتبقى فكسد فكسد لو انت شفت شكل المومنت فحيبقى السي بي بوان بوين تري طيب ابقى انا كده حطيت الايه طيب دلوقتي انا بعد ما دخلت بتاعت القطاع عاوز ادخل انت لو جيت بسيت لشكل المومنت هنا هتلاقي عندك ان هنا تبقى تحت في الحتة دي والحتة دي بتبقى معارضة والحتة دي بتبقى ايه معارضة ده انا بتكلم على كده كده ايه عليها الهولوكور او وتفر او عليها مثلا اه في الكيس بتاعتنا هنا في جزء من القطاع ده اللي هو ده كده ده اللي تحت فيها عليها ومش ممسوكة اللي هو يعني ايه مية واربعين مية واربعين خلاص دلوقتي انا حطت الال وحطت الكيو عاوزين نبتدي ايه وحطت السكشن خمس مية ستة ومية خمسة وسبعين في عشر ومية خمسة وسبعين في عشر عاوزين نبتدي نراجع على الكلام اللي احنا قلناه اول حاجة ده معتمد على ايه هتلاقي ان انت بقى تاخد الال في اتجاه اكس تسمى على الار اكس والالباكلين واي على الار واي وطبعا الواي بيبقى دايما اضعف فهو فمن هنا بحدد ايه بحدد لو هو عليه طبعا ايه لو هو عليه تنشن خلاص تمام بس انا هنفترض هنفترض ان الكاميرا دي عليها عشان يبقى الموضوع ايه راجعت حيطة دي كويس تمام الشير الشير زي ما احنا اتفقنا لو انت اضربت في اللي عندك هتطلع ايه تمام بعد كده وطبعا هنا بتشيك على الايه على الباكلينج بتعشير خبالك الباكلينج التعشير ده مهم ورضو انا يعني ايه كتب بيقولك هنا في الاكسيل شيت وكتب لك معادلته بالتفصيل طب البندنج بقى البندنج ده زي ما اتفقنا بتشوف القطاع زي انكمباكت او نانكمباكت وبعد كده بتشوف الايه المسافة اللي بقى عاديها هيحصل لاتراتورشن باكلينج للقطاع فلاقينا الايه المعدلات بتاعتها لأ ده انت الايه اللي عندك اقل من الايه المعدلات الاكتشول الاكتشول المومنت الاكتشول على ام في وي على اي او ام على اس اكس لازم تبقى ايه اقل من الايه من الال اول لو هي اقل من الاول الموضوع ده ايه يبقى سيف اوكي لو وده برضو في حالة لو ايه لو ام وي هنا ام وي ضعيف بس برضو سيف عندك عندك النورمال اللي هي على الاريا هتلاقي ان هي سيف حقارنها بالالاول طبعا النورمال هنا ضعيف جدا بالنسبة للقطاع خلاص يبقى انا كده شيكت ايه ونورمال وطبعا الشير سهل هشوف الشير اللي حصل على القطاع على الاريا بتاعت الويب وقارنها بالالاول الشير اللي انا طلعته لقيته سيف لو جيت عملت الكلام ده كله ايه لازم يقل من واحد الايه دي الايه دي فاكتورز برضو كتب لك هيجاية منين بس غالبا بتبقى واحد لازم تبقى برضو باخدها معاك في الاعتبار طيب تمام اه التشيك فاتيك برضو ده يعني انا قلتلكم اللي هو مش مهم لان النبرة السايكلز هنا بيبقى قليل وبتشيك عالدفليكشن التورشن قليل وبتشيك حاجة اسمها الكريبلنج مش التوبك بتاعتنا دلوقتي الكريبلنج دي لو الكاميرا عليها فرس كبيرة بتشيك في الكرينات برضو بس اه يعني هو كده انا خلصت التصميم بتاعي طيب انا دلوقتي عاوز اعرف هل ده احسن سيكشن ليه ولا طب انا اصلا فردت السيكشن ده على اساس ايه في الاول فردته على اساس الاي اكس انا دلوقتي الموضوع ده مرتبط معايا بالبيندينج فانت ما ما يعني ما 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 تقوليش ان افرض القطاع ازاي انت عندك ممكن تقول ان هي فلازم ايه الام وفايا على اي ما تعديش الكلام ده فانت خلاص عندك المومنت ممكن بسهولة تجيب الاي اللي انت محتاجها تمام فزي ما انت فانها بسهولة انت ممكن تتوقع القطاع الاي دي اللي هي ايه الموازي في العمودي تكعيب على 12 فانت بسهولة ممكن تعرف الموازي اللي هو البي فلانجة والعمودي تكعيب اللي بيبقى العمودي هو الايه الاي اكتر تحسب الاي اكس بطريقة تقريبية وتعرف منها ايه القطاع اللي انت عايزوا هتلاقي ان الديزاين الاتنين قريبين جدا من بعض بس هتلاقي الاميركان كود سيف اكتر شوية تمام ده اللي هو الاي اسي الفين وخمسة لو ال تسعة اتمانية هتلاقي النتج تقريبا واحد عايزين ندرس بقى شوية تحاجات هنا هنا في السكشن بتاعنا انا دلوقتي لو انا عندي الا unsupported دي عدت الكمبريشن فلانج اللي ممكن يحصلها لاتراتورشن باكلين عدت الا unsupported ماكسين اللي هيحصل هيحصل ان انا عندي الكمبا لو ما عدتهش بمسافة كبيرة هي 174 دي 240 بتاعتي مش هتقل قوي غير لو هي مسلا عدت باية خمسمية مسلا اهو بص اثرت جدا على بتاعت القطاع اللي ممكن القطاع يتحمله اقل فباية الكاميرا ايه فباية الكاميرا انصيف دي رجعها تانية زي ما هي طيب لو انا عندي دلوقتي مسلا عاوز اقل للقطاع ده شوية فالقطاع ده علي اصلا طب ما انا حاول اقل ازود اخلي دي ستمية مسلا فالقطاع ايه حيسايف اكتر بس الاريا بتاعته واحد وسبعين والاريا بتاعت ده خمسة وستين فده اوفر طب خلي مسلا مية خمسة وسبعين دي في تمانية ودي في تمانية كده الاريا كان هنا اربعة وستين اقل 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 بحاجة بسيطة بس اقل خب بالك بقى ان هنا ان الكطاع ده الكطاع الجديد ده الاريا بتاعته اقل لكن اوفر يعني احسن يعني ده الريشو هنا بوينت ناين تري الريشو هنا بوينت اتناين فده اللي انا بقوله لك ان انت لازم تجرب اه تعمل بنفسك عشان تعرف ايه اللي انت ممكن تغيره في القطاع يسايف طيب في حاجة تانية انا عايز اقولها لكم لو انا عندي النورمال هنا كبير عشرة مسلا هتلاقي النورمال هنا فورس كبيرة طب انا النورمال عندي كبيرة جدا اه البندن معقول النورمال هي اللي فيها مشكلة طب خلاص بدأ من النورمال اللي فيها مشكلة يبقى مرتبطة بالباكل انا عاوز اقل للمية سبعة وتسعين دي تمام هعمل ايه بقى هروح بس اكبر الفلانجات بتاعتي متين ودي متين اكبر العرض بتاعها هتلاقي الرشو دي قالت لو كبرت برضو بتاعها هتقل اكتر هتبقى سيف يا دوبك سيف فالاكسيل شيت والمعادلات دي مهمة جدا ان انت تعملها بنفسك عشان تعرف ايه اللي بيأثر على القطاع وايه وازاي تسايب القطاع وتستخدم حاجات يعني الناس ما تبقاش عارفة ازا كان الفلانجة دي مظبوطة ولا لأ الدبس ده مظبوطة ولا لأ وهنا كمان برضو خب بالك ان الاكسيل شيت ده ما بياخدش في الاعتبار اه لو ده عملته في شيت تاني بس انا السلندر دي مش في التوبك بتاعتنا احنا كان كلها من النهاردة ان احنا نعرف المعادلات بتاعت الكود وده اللي احنا عملناه تعالوا برضو انا عاوز ارجع مراجعة سريعة عليه اهو هو ديزاين كله الحاجات دي ولكل باكلين واللاتر التوشن باكلين زي ما اتفقنا تشوف النورمال اللي عندك وتقارنها بالالاول والشير استريسيز الاكشل وتقارنها بالالاول والبندين بتقارنها بالالاول الاولابل استريسيز دي بتحسبها ازاي زي ما اتفقنا ان هي مرتبطة بالباكلين بس مبدئيا اللي هي .58 الاففيلد لو كومبريشن اكبر من مية اللي هو الاستيك اه بيهيفير هيحصل انهيار سريع نتيجة الباكلين لو اقال من مية هيبقاني الاستيك ده بيتقارن بيخش معاك الاففيلد الشير .35 الاففيلد البندين .64 او .58 على حسب زي كان كومباكت او نان كومباكت ولو عندك الاترة سوشن باكلين هيحصل الكاباستي بتاعت الكضاء ايه هتقل هتقللها تاني بس كده وكده احنا خلصنا المحاضرة بتاعتنا يارب بتكونوا كلكم استفدتوا اه لو في اي كومنتات يا ريت تقولوا هالي واشوفكم المحاضرة الجايبة ان شاء الله السلام عليكم